احتفلت وزارة الداخلية بعيد الشرطة السبعين بمشاركة المواطنين في الشوارع والميادين العامة وقام رجال الشرطة بتوزيع هدايا وورهود وكتيبات إرشادية للمواطنين الذين قدموا التهنئة لرجال الشرطة على جهودهم وتضحياتهم في سبيل الوطن مظاهر الفرح والبهجة هي الأجواء التي سيطرت على الشارع المصري في ذكرى عيد الشرطة السبعين بعد نزول رجال الشرطة وسط المواطنين للاحتفاء معهم بذكرى التضحية والبطولة المخلدة في الذاكرة التاريخية للوطن حيث تلقوا التهنئة من المواطنين والإشادة ببطولاتهم وجهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار كل ساعة ديك طيبة يا فاند كل ساعة ديك طيبة كل ساعة ديك طيبة بنا يبارك فيهم ربنا يبارك فيهم ويقويهم وينصورهم يا رب بإذن الله ويحافظ عليهم ويحافظ عليهم بإذن الله شكرا جزيلا ساعة ديك طيبين وعيد شرطة جديد وسعيد عليكم إن شاء الله ربنا يحفظ مصر ويحفظ أهلاها ويحفظ شعبها إن شاء الله من كل سوق ويعد علينا وعليكم بخير ويكونوا كده يعني أو نكون إحنا قد تضحياتكم الورود والهدايا التذكارية أهداها رجال الشرطة للمواطنين في الشوارع والميادين في كافة المحافظات وتقدير من الشعب المصري لرجال يضحون من أجل وطنهم وأسهرون على حمايته فهذا عيد كل المصريين بحافلات مكشوفة تجوب الشوارع والميادين تحتضل بعضها القادرون باختلاف كانت هذه صورة أخرى من صور الاحتفال بعيد الشرطة بعد أن امتزج رجال الشرطة وسط جموع المواطنين تأكيدا على التلاحم بين الشرطة والشعب مبسوط جدا وسعيد اللي أنا موجودنا عاما من النهاردة ومبسوط اللي أنا مع كل إخواتي وسعيد جدا بالفصحة الجميلة دي كل سنة هم طيبين وهم فعلا يستهلوا لأنه هم بيحبوا بلدهم وهم عايزين بلدهم تبقى أحسن بلد في الدنيا أنا فرحان جدا جدا نحن منزول الشرطة وكل حاجة في السنة أنا مرر الفيز زورت القائد الحربية أكيدمية الشرطة وكل حاجة فأنا نهاردة أنا مبسوط جدا أنا في عيد الشرطة كما تم توزيع مطويات تتضمن توعية بمخاطر المخادرات وآثارها السلبية على المجتمع وأرقام هواتف للمساعدة وطلق البلاغات والشكاوى في هذا الإطار وقد شهدت الاحتفالات توزيع كتيبات تحت عنوان القاهرة لا تتوقف تتضمن كافة الطرق والمحاور بالقاهرة تساعد المواطنين على معرفة الاتجاهات في ظل منظومة الطرق والكبار المستحدثة طبعاً الكبار الكتيرة والمحاور الكتيرة الموجودة بتسأل علينا حاجات كتير قوي قوي وهي خطة جميلة الدولة بتنفزها وبتشارك فيها الداخلية فإحنا بنشكركم ومنقول لكم كون ساون طيبين ودايماً كده معنا ودايماً مع المواطن المصري نشكر سيات الرئيس على الطرق والمحاور اللي سهلت كتير واللي عملت سيولة مررية في البلد واضحة طبعاً ملموسة جداً ونشكر وزارة الداخلية على الكتاب اللي وضح لنا لحاجات كتير والاحتفالات امتدت إلى المتحف المصري بالتحرير فرق موسيقات الشرطة استقبلت السائحين بمعزوفات وطنية مصاحب لها توزيع الورود تحية لزوار مصر وهو ما أطفى جواً من الفرحة والبهج على الجميع موسيقى الفرحة هي فرحة المصريين بشرطة قوية قادرة على حمايتهم مستعدة لتضحية من أجل وطنيها ومواطنيها فذكر عيد الشرطة هو تأكيد على معاني تلك التضحية عبدالله بركات التلفزيون المصري موسيقى